بسم الله الرحمن الرحيم فيها أشياء غرائب من فعل بعض المبتدئين أو بعض من لا دراية له في الأحكام فينبهون عليها من جملة ذلك ما نبه عليه شيخ الكل وإمام الجميع الإمام بن الجزري رحمه الله تعالى في قوله فليس التجويد بتمضيغ اللسان التمضيغ مشتق من المضغة بمعنى اللقمة يعني كأن الذي يقرأ في فمه لقمة وهو يتكلم والأخ يطلب التمثيل فسامحوني سوف أقرأ قراءة غير صحيحة فيها أمثلة من هذه الأشياء التي أمثلة الخطأ أمثلة الخطأ فلا تعيبوا علينا وسامحونا على ذلك التمضيغ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني كأن في فمه لقمة وهو يتكلم خلاصة كل هذه العيوب التكلف يا إخوة التكلف تنضيغ اللسان ولا بتقعير الفم تقعير الفم مشتق من القعر تكلم فلان أو تقعر فلان بكلامه أي تكلم من أقصى حلقه ونحن نعلم بأن أقصى الحلق فيه حروف تخرج هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء لكن المنهي عنه في هذه الصورة تقعير الفم هو الضغط الزائد على الحنجرة بحيث يخرج صوت شبه حرف العين مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجد بأن المتكلم يضغط على أقصى حلقه هذا سببه التكلف والضغط الزائد ما في داعي لذلك نترك الأمر بالطريقة العادية التي ما فيها كلفة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إذن هذا هو تقعير الفم ولا بتعويج الفك تعويج الفك هو إمالة ما لا إمالة فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يجعل دائما فكه يعوج بالحروف التي لا ينبغي فيها الإمالة ولا بترعيد الصوت الترعيد بمعنى الاهتزاز وجعل الصوت كأنه يهتز ويضطرب ويرتعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يعني منهي عنه قيل لأنه أولا لم يرد هكذا ولأن فيه تقطيعا للكلام ولأنه كأن فيه أن الإنسان متأثر تأثرا مصطنعا لو كان التأثر حقيقيا فلا مانع منه وهو ما حدث لسيدنا رسول الله بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا راكبا دابته متأطئا رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى وهو يذكر كيف أن أهل هذه البلدة أخرجوه وأعاده الله إليها منتصرا فهو متأطئ رأسه معترف بالفضل لله فلما قرأ القرآن وهو على ظهر الدابة والدابة تهتز به صلى الله عليه وسلم خرج صوته متقطعا بحالة نفسية متأثرة هذا يحدث معنا كلنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن وكنا في حالة تأثر فإذا إذا كان غلب الإنسان البكاء أو غلبه الخشوع فلا مانع من ذلك أما أن يصطنع ذلك فهو الهيئة المنهية عنها هذا هو ترعيد الصوت ولا بتمطيط الشدي التمطيط يعني التطويل ونحن نعلم يا إخوة أن المط في القراءة لا يكون إلا في حروف المد الثلاثة كما أشرت إلى ذلك مرات وكرات وفي الغنة في المين والنون أما المط في الشدي فهو في غير هذه الأمكنة يعني مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما رأى القارئ حرفا مشددا مطه وطوله ولو لم يكن حرف مد ولا غنة فيه فهذا أيضا منهي عنه ولا يصح ولا بتقطيع المد تقطيع المد المقصود به كما ذكرنا منذ حلقات قريبة هو الانتقال من طبقة صوتية إلى أخرى في حرف المد نفسه يا أيها الذين آمنوا هذا الترجيف للصوت والتقطيع للمد هذا من الهيئات المنهية عنها لأنه يولد من الألف ألفات ومن الواوات ومن الياء ياءات ولا بتطنين الغنات التطنين هو أيضا التطنين في الغنات يشبه التقطيع في المد التقطيع في المد مثلا من الجنة والناس هذا التطنين في الغنات الاهتزاز بصوتها أما أن يبدأ من الجنة والناس يبدأ بطبقة صوتية فإذا بدأ منها سار فيها كاملة إلى آخر الحرف فإذا انتهى الحرف انتقل إلى حرف آخر ولا بحصرمة الراءات وهو العيب الأخير المذكور الحصرمة في اللغة هي التضييق الحصرمة هي التضييق حصرمة الراءات المقصود بها أن عندما ينطق الراء أن يحبث صوته بالراء تماما فيخرج صوت الراء مبتورا لأن الراء كما كنا قد درسنا حرف بين الرخو والشديد فالصوت فيه يجري جريانا ناقصة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الضغط الزائد على الراء بحيث يبتر صوتها ويضغطها في مخرجها هو الحصرمة التي نهى عنها العلماء جزاهم الله عنها خيرا كل هذه الأمور تذكر لتجتنب وخلاصتها جميعا التكلف فالتكلف أمر مذموما في التلاوة وما أجمل القراءة إذا كانت خرجت هكذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا لدكتور أيمن